يشكل ذوي الإعاقة ما نسبته 7% من المجتمع الفلسطيني ما يعني أن عددهم يتجاوز 300 ألف مواطن وتزداد نسبة المعاقين كلما زادت الشرائح العمرية لتصل إلى 32% ممن تتجاوز عمارهم 75 عاماً أي أن أي فرد في المجتمع قد يكون في مرحلة ما من عمره من ذوي الإعاقة نسبة الإعاقة الحركية تصل إلى 48% من الإعاقات وتشكل المعيقات البيئية أساس المعيقات التي تعطل حياتهم ويتطلب توفير بيئة صديقة لذوي الإعاقة تضافر كافة الجهود في المجتمع فالشوارع غير المؤهلة والمباني التي لا تأخذ بعين الأتبار حاجات ذوي الإعاقة وأماكن العمل غير المناسبة كلها مجتمعة تعيق الاندماج في جوانب الحياة المختلفة من تعليم وعمل وأنشطة ثقافية واجتماعية مختلفة قانون العمل يقول إن 5% من عدد العاملين يجب أن يكونوا من ذوي الإعاقة ولو طبقت هذه النسبة لحلت مشكلة البطالة عند ذوي الإعاقة وتشير النسب التي تتحدث عن صعوبة الوضع لدى هذه الشريحة إلى الحاجة الملحة لإجراء العديد من التغييرات من أجل تطبيق هذا القانون فبالنسبة للتعليم تشير الإحصائيات إلى أن 37% من ذوي الإعاقة فوق سن 15 عاماً لم يلتحقوا أبداً بالتعليم وهناك 33.8% منهم التحقوا بالتعليم لكنهم تسربوا منه كما تشير الدراسات إلى أن 53% من ذوي الإعاقة أميون وبالنسبة للبطالة فإن 87.13% عاطلون عن العمل ولا يعود السبب إلى عدم تطبيق قانون العمل فقط فالمعيقات في البيئة المحلية تلعب دوراً أساسياً في هذا الواقع فـ 85.13% من ذوي الإعاقة الحركية يجدون صعوبة في التنقل يليهم ذوي الإعاقة البصرية بنسبة 61.18% و50% من ذوي الإعاقة السمعية إن إزالة هذه المعيقات يتطلب جهداً وطنياً ووقتاً كافياً لإيجاد حلول إبداعية لها لكن هناك ضرورة ملحة للبدء في تطبيق إجراءات تتمثل بإلزام القطاع العام بالقانون وتشجيع القطاع الخاص على أخذ دوره خصوصاً الشركات والمؤسسات الكبرى التي تتوفر لها بيئة مناسبة وإمكانات تساعد على اندماج ذوي الإعاقة وذلك من خلال تسهيلات ضريبية وانتداب أشخاص من ذوي الإعاقة للعمل في هذه المؤسسات من قبل القطاع العام وصولاً إلى مجتمع عادل ووضع يساعد ذوي الإعاقة على الاندماج ترجمة نانسي قنقر